في تصعيد جديد للتوترات الدولية وجدت إيران نفسها في موقف حرج بعد اتهامات بتزويد روسيا بأنظمة وأسلحة باليستية لدعمها في الحرب ضد أوكرانيا هذا التحرك أدى إلى فرض سلسلة جديدة من العقوبات على إيران مستهدفة عشر أفراد وست كيانات بما في ذلك الخطوط الجوية الإيرانية وأربعة سفن تستخدم لنقل المعدات الباليستية والمكونات العسكرية الحساسة في إطار الرد على دعمها العسكري لروسيا من قبل وزارة الخزانة الأميركية إلى جانب حلفائها الغربيين مما يزيد الضغط على طهران في ظل التوترات المتزايدة لقد تم تدريب العشرات من العسكريين الروس في إيران على استخدام نظام صواريخ الباليستية قريبة المدى وقد تلقت روسيا الآن شحنات من هذه الصواريخ ومن المرجح أن تستخدمها في غضون أسابيع في أوكرانيا وبحسب بيان للخزانة الأميركية أنه في أواخر عام 2023 وقعت إيران وروسيا عقدا لتوريد مئات الصواريخ فيما تم تدريب أفراد عسكريين روس على استخدام الصواريخ في صيف عام 2024 لتتلقى روسيا في أوائل سبتمبر 2024 أول شحنة من هذه الصواريخ الباليستية من إيران ويرى خبراء أن هذه الخطوة تمثل ورطة كبيرة لإيران التي تحاول الحفاظ على علاقات قوية مع روسيا وفي الوقت نفسه تتجنب العقوبات الغربية المتزايدة التي تؤثر سلبا على اقتصادها المتعثر وتجعلها في عزلة دولية ورغم النفي الإيراني لهذه الاتهامات لأن الأدلة التي أعلنت عنها الولايات المتحدة تشير إلى دور طهران النشط في تزويد موسكو بالأسلحة في حربها على أوكرانيا مما يهدد بتوسيع الصراع الإقليمي وزيادة التصعيد فضلا عن تعريض البلاد مزيدا من الضغوطات الدولية التي أثقلت كاهل الاقتصاد الإيراني طوال عقود ترجمة نانسي قنقر